الاتحاد العربي للأندية لموسم 12-13-2000 وأصفرت عن مواجهات ساخنة بين أندية تمثل جل دول العربية ممثل المغرب فريق الرجاء البيضاوي وضعت القرعة في مواجهة فريق البنزرس التونسي تفاصيل أكثر في تقرير عمجيد بالكابوس بعد توقف دمسانوات عجلة دور أبطال العرب تعود إلى الضوران تحت اسم كأس الاتحاد العربي للأندية الاتحاد العربي لكرة القدم وضع الأندية العربية من جديد على سكة تنفس سحب قرعة الضور المقبل أصفر عن منافسات ساخنة بين العديد من الفرق العربية الرجاء البيضاوي ممتل كرة القدم المغربية في المنافسة وضع في مواجهة البنزرس التونسي مباراة من تضع الفريق الأخضر أمام محطة حاسمة لتعبيد طريق نحو لقب الثاني في المنافسات العربية القرعة أصفرت عن مواجهات أخرى على درجة كبيرة من الأهمية الاتحاد العربي اختار في البداية تقسيم الفرق العربي المشاركة إلى مجموعتين اعتبارا للعام الجغرافي بين أسيا وإفريقيا الأندية العربية الإفريقية ستتواجه عن الضور الثاني وليس الضور الأول ويتضمن البرنامج مواجهات بين أندية متواضعة وأخرى ركم التجربة على مستوى كرة القدم العربية كما هو شأن بالنسبة للرجاء البيضاوي أما بأسيا فالأندية العربية ستلعب عن الضور الأول والمواجهات ستكون بين أندية جلها مغمور ولا يتوفر على رسيد على المستوى العربي في وقت منح الاتحاد العربي لأندية النصر السعودي والبقع الأردني والعربي الكويتي وفريق آخر عن الدور العراقي ورقة التأهل المباشر إلى الدور الثاني وفقا للوائح البطولة التنافس العربي على مستوى الأندية يستأنف مشوره بين مجموعة من الفرق العربية جلها لا يتوفر على الصيط الكافي بشكل يجعل المجال فسيحا لأندية قوية محدودة في مقدمتها الرجاء البيضاوي لتعبيد طريق نحو اللقب العربي جرى اليوم الخميس بأحد فنادق